ثمن محافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد لملس دور شركة النفط بعدن في توفير المشتقات النفطية وتغطية السوق المحلية والحفاظ على استقرار أسعارها وأحث لملس قيادة شركة النفط بعدن خلال لقائه معها على طرورة تدورس أفكار وآليات جديدة تمكن الشركة من استيراد المشتقات النفطية من الخارج وتغطية السوق المحلية بأسعار مناسبة تتناسب مع أمكانيات وظروف المواطنين مشددا على أهمية تنظيم عملية صرف الترخيص لنستوردي المشتقات النفطية من خلال تقييم شركات الحالية ووضع شروط ومعائير خاصة لمن يستحق حيازة ترخيص الاستيراد بدوره قدم مدير عام الشركة بالعاصمة عدن الدكتور صالح الجريري شرحا موجزا عن وضع الشركة وأبرز الأعمال كما طرحت عدد من القضايا المتعلقة بنشاط الشركة أبرزها العلاقة مع البنك المركزي ومصاف عدن وطرورة الحصول على امتيازات واستثناءات خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمهورية وغيرها